الأخبار الاقتصادية بداية تحقيق هامش من الربح بنسبة 20% للخبازين إضافة إلى توفير خبز دوقيمة غدائية جيدة هي من أبرز مطالب الاتحادية الجزائرية للخبازين التي تسعى إلى تجسدها في هذه السنة في صناعة الخبز قصد إعادة ضبط سوق هذا النشاط التجاري المزيد معاقلة حشاني 70% من القمح الليين المستورد و30% من الدقيق المحلي هي التركيب الجديد للخبز التي سيشرع في تطبيقها قريبا في إجراء يهدف إلى تحصين هامش الربح الزياد من 20 ألف خباز عبر الوطن وتقليص من فتورة استراد القمح تاجر عنده هامش الربح محدد من طرف القانون نحن نطالبه بهامش الربح اليوم لارتفاعات من المواد الأولية وكل تكاليف طلعت وارتفعت على الخباز هي اللي ضيعتها من الشرب يعني 30% من الفرينة هذه هو من قمح الصلب قمح المنتوج في الجزائر هنا بطبيعة الحال الحكومة تقدر يعني تنقص 30% من السابق وهذا يرجع فائدة الخزنة العمومية الإجراء الجديد من شأنه أيضا قضاء نهائيا على استغلال الفرينة المدعمة في صناعة الحلويات وضمان قيمة غذائية جيدة لهذه المادة الحيوية حق الذنوعية جيدة حتى يطول لا يبس يحكم الرطوبة لا يبس إن شاء الله منه يدعمونا بسعر مليح حقنا نخرجه في الفيضة حقها ليست نبح التي تكون استمروا في المهنة هذه إجراءات من هذا النوع قد تساهم في خفض فترة دعم الخبز التي فاقت 700 مليون دولار سنويا غير أن نشر ثقافة ترشيد استهلاك الخبز يبقى أمرا ضروريا لحل مشاكد هذا النشاط التجارية عرف إنتاج البرتقال بدائرة المحمدية بولاية معسكر للموسم الفلاحي الحالي عرف ارتفاعا كبيرا بمردود فاقل 400 ألاف قنطار إنتاج وفير جاء بفضل استخدام تقانيات السقي الحديثة غنيا غالمي ونجم بوكريشو فصلاني في الموضوع إنتاج البرتقالي هذا الموسم عرف ارتفاعا في نسبة الإنتاج بولاية معسكر خاصة بضائرة المحمدية التي تتربع على 6 ألاف هكتار المساحة التي من شأنها تقديم نسبة معتبرة من الحوامض المتنوعة والمقدرة بأربعة ألاف قنطار ضائرة المحمدية يتربع على حوالي 6 ألاف هكتار هذه الـ 6 ألاف هكتار تنتج تقريبا 400 ألاف قنطار من الحوامض وعندها تقريبا تونسون والكليمونتين ركشتو تونسون عنده جودة لهذه الجودات متعلقة بالتراب والمناخ تحت المنطقة وين نشوفه المنتوج هذا نشوفه في الولايات الوسطى اللي يتخاطفوا عليه بكترة لأن محمدية معروفة بالذوق تحت المنتوج تضاعف في الإنتاج مقارنة بالسنة الماضية دفع بالمحمدية للاحتفال بعيد البرتقال ككل سنة تشجيعا للفلاحين ودعما لهم خاصة وأن المنتوج المحمدية بات معروفا على ساحة الأسواق الوطنية وفي كافة الولايات سنة جاء البرتقال بكترة حيث تم الإحصاء 200 قونطار حتى 250 قونطار في القطار نظرا هذا لزيادة المياه وتهلوا فينا وأعطاونا الماء بزاف تعاون مختلف القطاعات والتي لها صلب الفلاحة وتضافر الجهود من شأنه إنعاش قطاع الفلاحة من خلال استخدام تقنيات جديدة تساعد الفلاحة وتزيد من مردودية المنتوج في قطاع التاقة أوضح البنك العالمي في آخر تقرير له حول توقعات أسواق المواد الأولية أن النفط سيفقد 27% من قيمته سنة 2016 قبل أن يرتفع إلى 48 دولار سنة 2017 و51.4 دولار سنة 2018 كما أكد البنك العالمي أن توقعات الانخفاض خلال 2016 والمقدرة في حدود 37 دولار للبرميل تعكز التغيرات المرتقبة على مستوى القواعد المتعلقة بالعرض والطلب العالميين مشير إلى عودة إيران للسوق النفط الدولية وارتفاع الإنتاج الأمريكي وضعف أفاق النمو في البلدان الناشئة ترجمة نانسي قنقر